السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناة حلويات وملحات كانت منها دائما تكونوا بألف خير وعلى خير اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو سنقدم لكم طريقة عمل الرايب ديال المحلابات على حقه وطريقه بأدق التفاصيل دياله من يد محترف كي يأتي من أروع ما يكون ولديد بزاف وناجح مئة بالمئة بدون ما نحتاجه للطنجرة الضغط ولا الفرن ولا المأساخين بطريقة جدا سهلة وعملية فنخليكم الآن مع المقادير وطريقة التحضير وكنتمنى أنها تنر إعجابكم فباسم الله على بركة الله غاد يمدا ولكن قبل بغيت نقول لكم واحد الحاجة بأن هذه الوصفة هذه ماشي متقديمي أنا ماشي أنا اللي صوبتها هذه الوصفة متقديم الزوج ديالي هو اللي كيعرفي صوب الرايب هو اللي متخصص في الرايب يعني كيصوبه مش حال هذي وتبارك الله ما شاء الله تزدقله من أروع ما يكون ودائما تزدقله ناجح وكيجيه رائي بزاف هو مولفة يصوب كمية كبيرة وهذا المرة غضي يصوب لنا هنا تقريبان جوجيترو ونصف ديال الحليب كيف ما شفته خدا طنجرة عادية وضع فيها جوجيترو ونصف ديال الحليب خلي منها واحد شوية شوية فقط والشي لاخور دروف طنجرة ضف عليه عشرة ديال معلق كبارين ديال سكارسانيدا وانتوما كيبقى لكم على حسب الضوء حساب الضوء حساب الضوء ديال كل واحد من بعد درنا فوق البوطة او لفوق النار وخلينا هذا الحليب هذا كيفيد او لكيغليه حتى كيطلع لنا الفوق من بعد كنزولوه ونخليوه حتى كيبردنا شوية ثم كناخدوها كواحد صفايا ونزولو له ذاك ذاك الطبقة الفوقانية اللي كتكون او لذاك الفرارة اللي كتكون هكا من الفوق ضروري نزولوها له هذا السير من النجاح ديال الرايب ضروري ذاك الفرارة هذيك تزولو باش كيجي نملس وكيجي يزوين يعني انا اعلم ما قال لي الزوج ديالي قال لي هذيك الفرارة لابقت كتضيع الرايب متى يستقش فمن بعد هنه نخلي واحدة كيبرد راوت المكاس كيبرد قلنا ناخد واحد الايناء واحد اخر وتنديرو فيه جوج ديال الياغورت بالنكهة ديال الفاني عندي انا هذي الياغورت هذا كل واحد فيه مية وخمسين جرام في الواحد يعني 300 جرام في التوتال اخداها ووضعها كف واحد الايناء وبدت يحرك حتى حرك مزيان دك دانون من بعد ضفع عليه معلقة كبيرة ديال الفاني باش هكا باش نزيدو نعززو النكهة ديال الفاني من بعد كيفما راحتو على ضانون ارازت ديال الحليب بارد اللي كان خلا يعني تقريبا واحد جوج كيسان ما خلاش بزاف تقريبا واحد جوج كيسان وهناي هذي نصيحات ثاني او السير الثاني باش الرايب ديالكم يصدق عفوا اتاخدوه وتبدو كتحشيوها كسبعكم فيه ما خلصوش يحرقكم وما خلصوش يكون عودتاني بارد يعني ممكن تديرها كسبعكم وتستحملو ذاك الحرارة اللي فيها او اللي في ذاك الحليب يعني ما خلصوش يكون بارد وف نفس الوقت وما خلصوش يكون سبعكم بالزر بحيده يعني حرقكم ستحسو بانه سخون ولكن تستحمل ذاك الحرارة من بعد ستاخدو ذاك ضانون اللي كانتو خلصوه مع الحليب وكا تبدو كتكبوه على شكل خيط مع التحرك المستمر ثم تحركوا الحليب وصافي غير تحسو بان ذاك الياغورت جنس لكم زيان مع الحليب صافي كتتاخدو ذاك الحليب وتكبوه كفشو غور راف ولا شي حاجة اللي غادي تخليكم انكم تعمروا ذاك الكويسة ديالكم بالرايب بلا ما يتحرك لكم ولا صافي وكيف ما راح تصور اني خديت هنا يا كارتونا هكا هكا هذي عندنا فيها الفريز درنا فيها ذاك الكيسان على حقاش خاص من اللي انكبوه الرايب في الكيسان ما خاصوش يتحرك باتاتان يعني خاصك سافي تعمرهم هكا بالرايب غادي نغطوهم زيان ونخليهم بشي قنيتة اللي ما يتحركش فيها هناك كيف ما راح تشفتو النصر احنا يدرناها بالفانيا عادي ونصر الاخور هذي صراحة اول مرة نجربوها دار فيها الفريزة كم قطع طريفة صغار ولكن مل احسن انكم تاخدو الفريز وتطحنوها بترمو ميكس غير بوحديته بدون اضافات وعضفوا على ذاك الرايب ديالكم على الحليب اللي صوبتو من بعد تعمروا به الكيسان كيف ما راح تشفتو احنا يدك الفريز اللي يدرنا كله طلع لفوق فلاك المطحن وغادي شي يطلع لكم هكا كيف ما راح تشفتو هذا السير من الاسرار ديال النجاح ديال الرايب ما خلسكمش تديرو له البلاستيك ما خلسكمش تديرو لزعمة السلوفان من نول الكاس سوالت راجل يقول له علاش ما تديرش السلوفان من نول الكاس قال لكم من بعد ذاك النداء اللي تيدير اللي تيدير الرايب كي يقطر في الكيسان وهذا يخلي ذاك الماء بان الرايب يفسد يعني من الاحسن تاخدو غير وراق عاديين هكا وتغطيو بهم ذاك الكيسان من بعد عاد تغلفهم هكا بشي بلاستيكا او لطرف ديال الكارتون تغطيو بهم ذاك الكيسان وعاد طرف ديال الميكا ولا مثلا هذا الورق النشاف ديال المطبخ او لورق المطبخ ومن بعد عاد تديرو فوق منه الميكا يعني ضروري خلس شي حاجة يتكون هكا تشرب ذاك البوخار اللي كي يطلع منهم كيف ما شفتو راح نيهن اختينا خرجناهم على برادرنا فوق الماكينة ديال تصبين خرجناها من تحت من بعد حطينا ذاك ديقات اللي فيهم الكيسان اغطينا عليهم مزيان كيف ما لحطو بها الطريقة هذي سوف اتقلنا عليهم بواحد بواحد البيضو ديال الموند كان عندي تنماك سوف اتقليهم احنا عياد تقريبان كنا صوبناهم مع 4 ديال اشياء ومحلينا عليهم حتى ال 12 ديال يعني من بعد المهم مره دازو شي سويعت عادي تحلينا عليهم بعد صافي كان نحلو عليهم عادي بشوية عليهم ومتان طلو في الول صراحة تنحل عليهم ومتان طلو الغير مجنيب كنشوف واش صادق ولا لا لا ساعة مارك الله عليهم ما شاء الله صدق واعر صافي ناخدوهم وتنديروهم في الثلاجة يعني كتخليهم في الثلاجة انا صراحة ما قدرت شاينسبر جربتو في الصحور خليتو من 12 تقريبا حتى ال 4 خليتو تقريبا 1 ربع ديال السوايع وخليتو وها النتيجة قدامكم كيف ما كتشوفو كيجي من ارواع ما يكون وناجح مليون في المئة كنتمنى انكم تشربوه ويعجبكم هنا كيجي عاقده كيجي زوين بزاف وكريمي يعني ما تشبعوش منه فالهنا هي وصلات النهاية ديال الفيديو ديالنا كنتمنى انه هنا لإعجابكم قبل بغيت نشكر الزوج ديالي بزاف 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 لانه عاوني في هذا الفيديو هذا وتصوب معي الرايب فكنتمنى انه هنا لإعجابكم متنسوش كالعادة لعجبكم دعموني بلي لايك تشتركوا بالقناة باش دائما توصلك كل ما هو جديد تبارتجوا فيديو مع اصدقائكم باش هكا تفيدوا الناس لم تنجح لهم شرايب وانا نشوفكم فيديو الجاي ان شاء الله بحول الله مع وصفة اخرى دمتم في امان الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله